تعالوا بقى نعمل البامية البامية عشان نعملها الأول نخزنها بنجيبها بنشيل الطرف اللي فوق اللي هو اسمه تأميع البامية يعني وإذا كانت صغيرة كده بنضطرش نشيل الأطراف بتاعتها اللي هي البامية الزيرو فيه بامية تانية اللي هي بتبقى كبيرة دي بنشيل الأطراف بتاعتها لأنها بتبقى فيها زي شوك فما بيبقاش طعم حلوة خلص أوكي؟ وبعد كده بنزلها اطمية فيها ملح وفيها عصير لمون غلوة وبعدين أطلعها على مية فيها تلج وبعدين أصفي منها المية خالص وبعدين برضو بشيل الكمية بكميتها حسب الأكلة بتاعتي المقادير إذا عايزين لحمة لحمة مش عايزين لحمة أوكي؟ عندي بامية طماطم مبشورة من غير القشر بتاعها بصل مفروم ناعم صلصة طوم شرائح كزبرة خضرة مفرومة زيت نباتي عصير لمون أساسي جدا عصير لمون مع البامية مش بس عشان الطعم عشان التمغيطة كمان ملح وفلفل معلقة سكر إذا حبيته لحمة وعندي فلفل رومي وفلفل حامي سواء أحمر أو أخضر وحقول لكم إزاي دلوقتي نستخدمهم طيب عندي حلة هنا سخنة هحط معلقة زيت طبعاً اللي بيحب يطبخ بالزبدة يحط الزبدة اللي بيحب يطبخ بالسمنة يحط سمنة أنا بفضل دايماً زيت الدورة عشان زيت عبد الشمس بحيث أنه له طعم قوي شوية هحط اللحمة له استخداماته طبعاً ملح وفلفل تشويحها ملاقيش خالص لون بنك في اللحمة أحس أنه كله أخذ لون بسعيتها هنزل اللبصل هاخده تشويحها أنا هنا كده تمام أقوم منزلة بقى الصلصة نزلت الصلصة يبقى حط إيه السكر معلقة سكر صغيرة معلقة واحدة كفاية دول اتنين مش محتاجة تماماً تقليبة كرملت شميت راحتها قبل ما تتحرق أقوم منزلة الطماطم المبشورة بشرتها من غير القشرة بتاعتها إزاي بنقسم الطماطماية بالطول وبعدين أبشر أبشر حلاقي في الآخر القشرة في إيدي أسهل طريقة يعني أهو عايزين تقشروها وتحطوها في الكابة أوكي بس تعملوها بلس عشان أنا عايزها خشنا شوية تمام هاخد غلوة الأول بالطماطم كده من غير مية وبعدين هاخد غلوة بالمية وبعدين هكمل بقية الوصفة طيب بقية الوصفة فيها تلات مكونات مهمين جداً في البامية أول حاجة عصير اللمون ويبقى كتير لأن هي بتحب اللمون طعمها بيبقى حلو وعشان ما تمغطش معنا تاني حاجة الطم أساسي في البامية أساسي بيدي طعم هايل وتاني حقول بنحط الطم صحيح ونشيلو عشان ما ناكلوش إذا حد بيتعب منو أنتو عايزين تطلعوا فاصل؟ طيب حاضر تالت حاجة هي الفلفل الرومي وده بحطه في الآخر وبحط الفلفل الحامي صحيح عشان خاطر بيدي طعم بس ما بيديش شطة جامدة قوي للي ما بيحبش الشطة هنا أنا خدت غلوتين تلاتة من اللحمة هبتدي أنزل دلوقتي البامية أول ما نزل البامية أنزل على طول عصير اللمون نقلب هننزل دلوقتي التوم الفلفل الحامي أنا بحطه صحيح اللي بيحبه حامي قوي يعني واضح طعمه كحامي هيقطعه اللي ما بيحبهش أنا ما بحبش أي حاجة حامية خالص لكن لما بيتحط صحيح كده بيدي طعم الحامي مش إنه حامي فبيفرق كتير بعد كده حياخد الفلفل الرومي أنا بحب أقطع الواحدة أربعة بتدي طعم حلو جداً للبامية جربوها هتفرق كتير قوي في طعمها هي بتبقى حاجات بسيطة وصغيرة في الوصفة بس بتفرق في طعمها حقيقي اللي هو إيه أنا كلت بامية عند حد بس طعمها مختلف خالص عن أي بامية تانية هو دي أهو تقليبة دلوقتي بقى أنا هزود ملح وفلفل بتوع البامية لإني كنت أحطها على قد اللحمة فأحط ملح وأحط فلفل وشكراً هنقلها هنا على نار أهدا وحسيبها تكمل سويها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا